أصغر من المغرب بـ 11 مرة كيف أصبحت هولندا ثاني أكبر مصدر زراعي في العالم؟ في حقل ما بالقرب من حدود هولندا مع بلجيكا يجلس مزارع هولندي في مقصورة آلية زراعية ضخمة أمام لوحة إلكترونية تبدو كأنها تنتمي لمركبة فضائية آتية من المستقبل من مكانه هذا يراقب مزرعته بدقة عبر طائرتين بدون طيار تغطي سماء الحقل وترسل له قراءات مفصلة عن وضع التربة وكمية المياه ونسبة المغذيات ومدى نمو المزرعات بينما يتجول جرار آلي في المزرعة ليقطف حبات البطاطس الناضجة إذ يبلغ متوسط إنتاجية البطاطس بكل إفدان أكثر عشرون مرة من إنتاجية الضيعات الفلاحية العادية كانت هولندا آخر دولة أوروبية عانت من المجاعة في فترة الحرب العالمية الثانية عندما أودى شتاء الجوع الهولندي بحياة ما يصل إلى عشرون ألف شخص خلال الأشهر الأخيرة من احتلال الألمان منذ ذلك الحين قرر الهولنديون إنتاج كمية الطعام مضاعفة باستخدام موارد أقل لتجنب تكرار مأساة الجوع بعد عقود من الابتكار والعمل الجاد أضحى التقنيات الزراعة في هولندا اليوم وكأنها من المستقبل وأصبح هذا البلد الأوروبي الصغير الذي لا تتعبدى مساحته رمع مساحة تونس الخضراء ثاني مصدر للمنتجات الزراعية في العالم بعد أمريكا فعلى الرؤية من أن هذا القطاع لا يبدو مربحا بشكل كبير فإن الهولنديون تمكنوا من تطوير قطاع زراعي فعال ومستدام يسود العالم بأسره ويدر أكثر من 100 مليار دولار سنويا من الأرباح تصدر هولندا بشكل رئيسي الظهورة ونباتات الزين والألبان والبيض واللحم والخضروات وهي منتجات صحية خالية بنسبة 90% من المبيدات الكيميائية كما تستأثر هولندا وحدها بثلث التجارة العالمية في تصدير بذور الخضروات قد يبدو هذا الإنجاز طبيعيا بالنسبة لبلد يمتلك مساحة شاسعة وقوة عاملة كبيرة لكن هولندا تفتقد لكليهما معا فمساحتها أصغر من مصر ب24 مرة وأصغر من المغرب ب11 مرة وربع مساحة تونس أما عدد سكانها فيساوي تقريبا سدس سكان مصر ونصف سكان مغرب ومع ذلك وعندما نعقد مقارنة من حيث القيمة المالية للإنتاج الزراعي نجد أن هولندا تتفوق على كل من مصر والمغرب الذين من المفترض أنهما بلدان زراعيان حوالي خمس مرات رغم شرح الموارد كيف تمكنت هولندا من تحقيق قفزة زراعية هائلة إذا مناظرنا إليها من السماء لا تشبه هولندا أي بلد زراعي كبير حيث من المنتظر أن نرى ضيعة غير متناهية الأفق بل فقط يظهر خليطا مجزأ من المزارع الصغيرة تتخللها المدن والضواحي الصاخبة إلا أن سر تفوق الفلاح الهولندي يكمن في الجودة العالية والكفاءة وهو إنجاز لم يكن ليتحقق لولا المجاهدة في استصلاح الأراضي واستخدام التكنولوجيا والبحث العلمي في الزراع تقول المقول المأثور في هولندا بينما خلق الله الأرض صنع الهولنديون هولندا إذ يقع جزء كبير من هولندا تحت مستوى سطح البحر مما يجعلها عرضة للغرق ولذلك تسمى بالأراضي المنخفضة كفح الهولنديون طوال قرون مياه البحر التي تغزو أراضيهم باستمرار عن طريق السدود وقنوات المياه ودائما ما كانت المياه تزحف باتجاههم وتقطع من أرضهم بين أنه في سنة 1953 ضرب فيضان مدمر هولندا وقتل الآلاف وأهلك الزرع والماشية مما دفع الحكومة الهولندية إلى بدء مشروع هندسي هو الأضخم من نوعه من أجل دهر مياه البحر إلى الوراء بعدها بسنوات أنشئ المشروع المعروف باسم درع حماية بحر الشمال وهو يتضمن بناء سدود كبيرة وحواجز العواصف عبر البحر بالإضافة إلى نظام معقل من الممرات المائية والبوابات للتحكم بمجرى المياه ويعد هذا الإنجاز الهندسي الآن إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم الحديد وفقا للجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين بفضل هذا البناء الهندسي الضخم استعادت هولندا سنة 1986 مقاطعة كاملة جديدة من البحر سميت بفليفولاند ثم عمل الهولنديون في تجفيف المستنقعات عن طريق القنوات والمدخات لتهيئتها للسكن والزراع مكنت أعمال استصلاح الأراضي على مدى عقود هولندا من إضافة أراضي فلاحية جديدة واليوم بات ثلث مساحة هولندا تقريبا صالح للزراعة بينما فقط 2.8% فقط من أراضي مصر صالحة للزراعة بسبب التصحر وفقط 17% من الأراضي من مغرب صالحة للزراعة لا يكفي الاستغلال المثالي للمساحة الصغيرة لجعل هولندا رائدة عالميا في الزراعة بل يتطلب ذلك قدرا كبيرا من الابتكار والتكنولوجيا العالية ما يكفي للتغلب على المساحة المحدودة والقوة العاملة المحدودة وفي الوقت نفسه مضاعفة الإنتاج مرات مضاعفة للحصول على فكرة حول كيفية عمل المزارع الهولندية يجدر بنا أخذ إطلالة على مزرعة ديج فيستينج في ويستلاند وهي منطقة هولندية مستصلحة من البحر في هذه المزرعة الزجاجية المغطاة والتي تمتد على مساحة 14 هكتار تزرع بذور الطماطم العالية الإنتاجية في أكياس صغيرة من الصوف المعدني بدل التربة وهي مادة ليفية تتيح سيطرة دقيقة على عملية تغذية النباتات حيث تزدهر الطماطم على مدار الساعة وسط بيئة مثالية تشبع فيها التقنيات الذكية حاجات النبتة بالهقة المتناهية من خلال التحكم الأوتوماتيكي في الممرات المياه والمواد العضوية والسقف الزجاجي المزود بمصابيح لد لتوفير الضوء والحرارة ومرشحات ثاني أكسيد الكربون المهم للنباتات لا يستخدم في هذه المزرعة أي مبيدات كيميائية بل تطلق أسراب من عدة أنواع من الحشرات في الممرات الزجاجية للتعامل طبيعيا مع الآفات والطفيليات التي تهدد الثمار وعلى بعد كيلومترات من المنزل يمكن لمسيري المزرعة الإطمئنان على المزرعات من خلال تطبيق هاتفي ومراقبة وضعيتها والتحكم ببيئة المزرع كاملة تنتج هذه المزرعة مئة مليون طن سنويا بمعدل 70 كيلوغرام من الطماطم لكل متر مربع أي أكبر بما لا يقل عن عشرة أضعاف متوسط محصول حقول الطماطم المفتوحة في المغرب رغم أن هذه المزرعة الهولندية تستخدم مياها أقل بثمان مرات من الضيعات العادية ولا تستعمل مبيدات حشرية وهي مثال واحد فقط من المزارع المتطورة الكثيرة في هولندا ويمكن القول بأن الهولنديون أصبحوا قادة في مجال الابتكار الزراعي ورائد مسارات جديدة لمكافحة الجوع ولم يعد المناخ والطقس يتحكمان في المزارع بل تزرع المحاصيل على مدار الساعة وتستعمل التقنيات الذكية لتوجيه المغذيات للنبتة بثقة شديدة مثل ما توظف أفضل الطرق لترشيد المياه ومساعدة النباتات على الإزدهار بأقل ضرر على البيئة واليوم تقود هولندا الطريقة في مجال تكنولوجيا الزراعية وتستوطنها حوالي 5300 شركة تعمل في هذا القطاع بما في ذلك 12 من أكبر الشركات الزراعية الغدائية في العالم